التطير لا نهاية له كثير جدا من يتطير وتشاف فلان والله نسيت الكلمة يا رجل يقول فلان شرارة فلان منحوس فلان نحس فلان أعوذ بالله إذا رأى فلان وقال أعوذ بالله قول أعوذ بالله تطير شرك أصغر هنا قول أعوذ بالله هنا شرك أصغر تطير خير يا طير شرك أصغر صباحنا بوجه فلان شرك أصغر ويضع أرقام خاصة يعني مسميات خاصة زوجة وزارة الداخلية الأمن العام الشرطة النجدة نعم حتى ممكن يسميها أسماء غير عربية واحد كاتب كونن محقق يعني احنا ما شلنا واشل هذه الأسماء الغربية أخواننا نجيبونا كونن ونجيبونا الأشياء هذه المهم المسلم ما يتطيق من اللي يتطيق المشرك المنافق المسلم دائما يتفال ما تتطير في القديم كانت العراق ملكية ذهب رجل من أمناه السعودية للعراق وبقي هناك أشهر ستة أشهر تقريبا ورجع عندما رجع للسعودية حصر انقلاب وقتل هذا الملك ومن معه فقال عندنا أحد الأمرا لهذا الرجل قال أنت شوء مع العراق أنت شؤم مجرد ما رجعت انتهت العراق قال يا طويل العمر ارسلني على اليهود ارسلني على اليهود أقضي عليه واتي أمر ليس بيدي أمر كتب الله صح أم لا قال له لو أقضي أنا أقضي على الناس خلاص أذهب إلى اليهود هناك الدولة السهونية كان قضى عليه الأمير أيضا صحيح؟ لكنه قال لا ارسلني عليه أقضي عليه واجد لا تحتاج إلى دبابات ولا صواريخ ولا شيء أمر بيد الله تأخذ بالأسباب لا مانع أما تتطير تتشاهم من الناس من يتشاهم حتى بالقرآن وعلموا الأولاد عندنا الصغار حتى هذا علموهم التعويذات نعم تعلم التعويذات الشركية يتعلم يقول حين يسافر أو لا يسافر إيش أصنعه الصغير أو يذهب للسوق يشتري هذه أو يشتري هذه إيش أصنعه معروف عند الصغار استخسام بالأزلام معروف هذا كثير عادي طبيعي جدا شرك هذا استخسام بالأزلام يقول عندنا حتى عندكم حادي بادك رمب زبادي شاله وحطه كله في هذه صح يسنع هذا بعدين بعض الناس قال لا قرعة يقول القرعة مو هنا أسافر أو لا أسافر أتزوج أو أتزوج هذا استخسام بالأزلام الذي كان عليها للجاهلية